السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا المقطع الطربوي الجديد والذي يتعلق بإنجاز حلق 35 من كتاب المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الامتدائي والذي يتعلق بالشكل والتطبيقات الكتابية هذه الحصة الأولى درس بسيط وسهل بمشيئة الله نبدأ بأتذكر أذكر أنواع الأفعال وأقدم مثالا لكل منها إذن أحبائي في مكوين الصرف والتحويل كنا قد تعرفنا على الفعل الصحيح والفعل المعتل وقلنا بأن الفعل الصحيح هو ثلاثة أنواع فعل مهموز وسالم ومضعف أما الفعل المعتل فهو أربعة أنواع فعل مثال فعل أجوف وفعل ناقص وفعل لفيف واللفيف هنا نوعات لفيف مقرون ولفيف مفروق بالنسبة الفعل مهموز هو كل فعل صحيح تخلو حروفه من حرف العلة وأحد أحرفه الأصلية همزة الفعل السالم هو كل فعل تخلو حروفه من الهمزة والتضعيف بمعنى الهمزة والشدة أما الفعل المضعف هو ما كان حرفاه من نفس الجنس بمعنى كيكونوا فيها جزء الحروف من نفس الجنس مثلا الدال والدال الميم والميم تفقنا في حال المثال اللي عنا هنا يا رد هنا يا حرف الدال مكرر مرتين وفي اللغة العربية ما كان نكتبوش جزء الحروف هو الأصل ديالوك يكون هيدا را د د لكن في اللغة العربية نحذفو هذا الحرف ونجعلوه عبارة عن تضعيف رد تفقنا إلا لحظة تحت في النطق كنتقل سكون وكنتقل فتحة رد كنتقلش حركة إلا ردتو له البل رد له البل ونتقاب شوية وغد ميز هاد الحركة ديال شدها الشيبش كنتديرو الشدة في اللغة العربية بالنسبة للمثال هو ما كان أول هو حرف علا الأجوف ما كان وسطه حرف علا مناقس ما كان حرفه الأخير وحرف علا أما بالنسبة لللفيف فاللفيف المقرون كيكونوا جزء حرف علا كيكونوا مرأيما في الأول أو في الآخر أما المفروق كيكونوا جزء حرف علا كيفصل بينه ثم واحد الحرف صحيح نعود لدرسنا نعم مطلوبني أن أقدم مثال لكل منها نعم أعطيكم أمثلة أحبائي لاحظ معي هذه الخططة مثلا المهموس مثلا أخذ قرأ سأل وغيرها من الأفعال المضعف مثلا مدى عدى سدى وغيرها من الأفعال سالم خرج لعبى شريبى مثال المعتد المثال عندنا وقف الأجوف مثلا نام ناقص صلى وفي اللفيف أعطينا فعل وعى في المفروق والمقرون أعطينا فعل طوا الآن مطلوب مني أحدد الحركة الإعرابية لخبري كان وأخواتها إذن الحركة الإعرابية لخبري كان وأخواتها حينما تدخل على الجملة الإسمية فهي ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها الآن ننتقل لقراءة النص أقرأ النص قراءة هامسة وأنا سأقرأ قراءة جهرية لتستفيد معي يما أمي دفعني الشوق لأمي إلى قراءتها إنها إنحناءة عرفان لكل الأمهات اللواتي ملكهن الحزن لهجرة أبنائهن إلى أوروبا حكى فيها الكاتب المهاجر عن معاناة أمه مع المرض حيث أصبحت مشلولة وفاقدة للنطق وكيف ظل يلازمها في المصحة لمدة سنة كاملة إنها يوميات مذهلة ومفعمة بمشاعر الحب أولا أفهم أكتب أصل كلمة مذهلة إذن الأصل هذه الكلمة مذهلة هي أذهالة هذه الأصل ديالها أذهالة عن ماذا تحكي رواية يما إذن الحكاية أو هذه الرواية ديالنا فهي تتحدث عن الأم إذن قلنا يحكي عن معاناة أمه مع المرض إذن أشكل أنقل على دفتري ما تحته خط في النص ثم أشكله إذن الكلمة اللي عندنا نايا نعم أنا قمت بشكلها مسبقا إذن هنا زرت المعرضة الدولية للكتاب فوقع بصري على رواية هنا يعني في سطر الثاني إنها إنحناءة عرفان لكل الأمهات اللواتي ملكهن الحزن لهجرة أبنائهن نعم ثم في الختام أصحح إنجازي بتعاون مع صديقاتي وأصدقائي إذن أحبائي هذا كان كل ما يتعلق بدرس هذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة والتي ستجدونها إن شاء الله أمامكم وهي حصة خاصة بمكون التعبير الكتابي أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم الله وأقول لكم إلى اللقاء أحبائي